أستاذ عادل المشهد الانتخابي قراءة في الكثافة أسباب ودلالات مبدئيا طيب خلينا نقول أنه لازم نراه من عدة زوايا المشهد وإيه اللي أدى إلى ده لأنه يعني فكرة أنه رأى بكتلة واحدة وجملة واحدة ديه صعبة شوية يعني أنا عندي إدارة انتخابية حصلت على سك يعني النزاهة والشفافية في إدارة العمل الانتخابية حلو من هيئة تم تشكيلها وكانت مكتسب يعني ديمقراطي رهيب جدا في دستورة 2014 ومارسة عملها من 2018 ثم وصلنا بالتطور إلى هذا المشهد فبالتالي لمرة واحدة الإدارة انتخابية في التراكم وصلنا لهذا المشهد ونطمح أيضا لاستمراره لمزيد لأنه أعتقد أن أنت بتدير عملية انتخابية ده في بلد زي مصر ده مسألة في سنوات قليلة جدا ويحصل هذا التطور اللي يشهد به كل الهيئات والمؤسسات الدولية والأهلية اللي كانت بتراكم الانتخابات بما فيها البعثات دولوماسية فأعتقد أنه يجب أنه نرفع القبعة للهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة هذا المشهد أنه هذا مكتسب لن نتخلى عنه بعد ذلك لأنه بالفعل أعطى صورة مميزة جدا وصورة مشرفة للمصر في الخارج في كيفية إخراج عملية انتخابية بعد ميراس أنت عارفك يا أستاذ يوسف في سنوات سابقة عن كيف تدار الانتخابات في مصر لذلك العالم كان يراقبك كيف سابقة الانتخابات رغم السنوات القليلة اللي أنت سابقة عارف والساس مصطفى أنه الممارسة السياسية والديمقراطية بتأتي عبر تراكم من السنوات لكن أنت عشان مصر أنت في سنوات قليلة في خمس ست سنوات أقدرت توصل لهذا المشهد من إدارة التخبية ده نمرة نمرة تنين في موضوع الكساف تصوري أنه هذا لم يكن مفاجئ تصوري اللي يقرأ مواقف الشعب المصري في سياقها التاريخي دائما يدرك أنه هذا الشعب دائما يكون من أول اللي وقفين في الصفوف الأولى دفاعنا لهذا الوطن عندما يدرك الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والتحديات اللي واجهها الوطن رغم كل شيء ويعرفه معناته وأصبح الوطن هو الصورة اللي موجودة أمامه وليس أي شيء تاني يعني أنه يعرفه معناته ومشاكله اقتصادية لأن الكثيرون رهنوا على عزوف الشعب وعدم خروجه لأنه مطحوم في أسعار ومطحوم في مشاكلة اقتصادية وهو الأخره لكن هو لا أعتقد لم يقرأوا سيكولوجيت الشعب المصري كويس ولم يقرأوا تاريخه الممتد معه عبر ألاف السنين باستحضار مشاهد قريبة حتى على الأقل مش هقول مشاهد من التاريخ القديم فبالتالي أنه هذا الشعب اللي عانى كثير جدا في حقب زمنية كثير لما كان الوطن بيتعرض لمخاطر بالتالي كنت تلاقيه يتلون بلون العلم ويفتحت رأية العلم رقم واحد في الصورة فده ما كانش مشاهد مفاجئ بالنسبة لي إنما كان يعني فكرة هذا الإقبال وهذا النسبة ربما كانت تكون هي المفاجئة المؤشرات لسه ما فيش أبقى أسماعي لسه هتعلم من العائق لكن أعتقد أن المشاركة زادت عن 65% المؤشرات بقول ده تبقى لبعض ما أعلن بعد ما أعلن خلينا وصفة نقول مبدعيا عن نوصل من 25-60 هذه نسبة قياسية ونسبة تاريخية من وجهة نظر يبقى من الصعب بعد ذلك أنها تتحقق في المرحلة اللاجئة حيلو أنا عايز النقطة دي بقى عايزة رجع فيها المصدر مصطفى بعد إذنك أنه مسألة زيادة أو كثافة المشاركة معدلة إلى أخيره إحنا دايما نقول أنه الديمقراطية حالة ممارسة صحيح لازم نمارس العمل الديمقراطي بشكل عام وناخد بعضنا في هذا المصار وده بياخد طول الوقت مما لا شك فيه سنوات هي ما هيش وليدة لقرار ولا شهر ولا أسبوع بتشوف يا مصطفى أنه هذا الإقبال لأنه المصريين طواقين للممارسة الديمقراطية ولا ممكن أنا عارف كده زي ما سأل الرياضيات بتاعت زمان هفتح قوس وضرب فيها أنه معدل الوعي لدى المواطن المصري لحالة ازدياد صحيح يعني أعتقد أن المشاهد دي اللي احنا تابعناها لازم نسأل نفسنا سؤال اللي انت طرحته دلوقتي يا يوسف ليه المصريين نزلوا بهذه الكثافة ونلاقي إجابة متلقصة على قصالك في 3-4 نقاط أنا توقفت أمامه أول حاجة انت فتحتها دلوقتي في الحديث هو الوعي المصريين زادوا عيوهم بنسبة كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الماضية طول الوقت الدولة المصرية بيتمع محاربتها من إعلام موازي وإعلام معادي بالتقليل من المنتج أو من حجم الإنجاز اللي الدولة بتقوم فيه على مدار ثمان سنوات مشروعات بنية تحتية مشروعات إقامة مدن جديدة الحمال الاجتماعية في حياة كريمة والتعالف الوطني الكثير من المشروعات ولكن في الآخر بتجي بتلاقي جماعة أو بتلاقي يعني فئة تحارب هذا الإنجاز وتقلل منه وتلخصه في أنه هو مشروع طرق وكباري فقط انتوا عاملين إيه بل حسابنا درجة جديدة انتوا عملتوا جر كباري الوعي هنا زاد من الإعلام لأن الإعلام أعتقد أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية قدر يكون جبهة قوية جدا ويكون ليه يعني يوجه قوي يواجه بيه الإعلام المعادي ويدافع بيه عن مقدرات الدولة ويحدودها ويقدر يقدر يعني كلينا أقول لك إن إحنا أخرى 20 سنة كنا عايشين في مرحلة نعاس إعلامي سميها كده معاك نعاس إعلامي سبنا كينات أخرى ودول أخرى تتحكم في مصير باقي الدول وسبنا لها الساحة الإعلامية فاضية وهم مرح يملأوا فراغات يملأوا فراغات ملأوا في طبعا فراغ كبير وحددوا مصير دول وحددوا مصير حكام مصر في 2023 قدرت أن هي تعلن عن يعني درع وسيف وأعلام درع وسيف وقلم وقلم خليها وقلم أنت قادر تدافع مقدراتك خلينا نتكلم عن أكري 4 شهور تحديدا يعني بداية من مثلا أننا جولات السيد الرئيس أم بيها علشان يتفقد المشروعات القومية الإعلام كسف الرسالة الإعلامية بتاعته فقدرنا نشوف المواطن اللي لم يكنش بيسمع للإعلام المعادي اللي قادر يوصل للمواطن بشكل أكبر وأوسع عبر المنصات والتمويلات قادر يشوف الراجل مش عامل كباري بس الراجل لم يوند مش منجزه لعصامة الإدارية الجديدة الرئيس ده بيفتتح مشروعات ده بيستصلح رد زراعية ده عامل إتنين من اللون فدان ده بيبني مصانع في حركة فقدرنا نشوف دوت وتوجه بمؤتمرات حكاية وطن طب نشوف بالصوت والصورة وست الرئيس قاعد يتحدث عن ما قدمه للمصرين كلال 8 سنوات الوعي ابتدى يزيد وفجأة حصل 7 أكتوبر قمنا كلنا من النوم على العملية التي قامت بها يعني جماعة حماس ده كل قطاع جزة والأسرة الإسرائيليين والعالم كله فجأة هيوسف انتفض للدفاع عن إسرائيل وكتم الصوت المصري والعربي والإسرائيلي لا يوجد حد يسمع غير الحديث الإسرائيلي وتم ارتكاب مجازر وانت كلمت في دوت على مرأة ومسمع من العالم والعالم لا يرى لا يسمع لا يتكلم هنا الإعلام المصري اللي قدر يستجمع قوات في آخر ثلاث سنوات أو أربع سنوات قدر يغير دفة الوعي إن احنا نعرف إن فيه مخطط للتهجير يوسف الحسيني كل يوم بيتكلم عن مخطط في التهجير إماني الحسري أستاذ أسامة كمال أستاذ يلميس الحديدي أستاذ عادل سنوري بيكتب في اليوم السابع الوطن تقوم بدورها فيه تكاتف وفيه تكامل كلنا على قلب راجل واحد صح علشان المواطن ابتدى الوعي يزيد طيب النقطة التانية إحنا عندنا السنة دي في الانتكابات نضم أكتر من 5 مليون شاب لقاعدة الانتكابات الرئيسية الشباب ده هو جيل السوشيال ميديا هو جيل البحث والمعرفة إحنا كنا عشان نروح زمان جيلة إحنا ربعنات مش عايز أكبر نفسنا رو أنت لكن عشان نعرف معلومة كنا بنروح ندور عليه في المكتبة في الجامعة ونروح الأرشيف ضر الهلال إحنا دلوقتي الإبن عنده عشر سنين يضع سؤاله على جوجل يجيبه في أقل من جزء من السنة الناس دي أعرفت كل حاجة أعرفت يعني إيه ناس متربصين بالدولة أعرفت يعني إيه قطعة من أرض مصر يراد اقتطحها لمنحها لشعب شقيق وهو على دمالنا ولكن ده يمس الخطور على حدود وعلى الأمن القوم المصري الوعي زي المصرين عندهم مشاكل أكيد إحنا مش في السوصرة عندنا مشاكل عندنا مشاكل اقتصادية عندنا سلع نقصة في السوق عندنا حاجات كتير جدا زي دول العالم الكتيرة مش إحنا بس حرب الأوكرانية قلقت بزرارها عندنا أزمات ولا نجل أن احنا نتكلم فيها أو أن احنا نكاشف بيها سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وبنطلب إصلاح عاجل لها لأن المواطن البسيط في الأكرة وعايز يعيش إزاي يعني هم المواطن يا يوسف هو هيعيش إزاي هيكل ويشرب منين احتياجتها تكون فين كل ده سقط أمام حرب قطاع غزة لأن الناس بقت قادرة أنها تتخلى علشان تأمن حدودها عشان ما تفردش في سينة وعشان تدكى المساعدات أنت كنت يعني في أحد الجوالات بيها لقطاع غزة أنا مش هيكل واشرب بس إخواتي هناك هيكلوا واشربوا فسيل من المساعدات ده رفع نسبة المشاركة اللي أنت شفتها في 23 عام عزق كلام مصطفى كلمة مهمة جدا عن حكاية أنه طوال الوقت في الأزمات الاقتصادية وما يحدث أنه حاول إعلام الشر أنه يمصر هذه المشاكل ما اعتبرها مشاكل وأزمات محلية لا علاقة لها بالعالم لا في مصر ده الدرجة تبدو مصور أنه حتى جائحة كورونا التي تطلع من مصر أنه الأسعار ما فيش أسعار في مصر أزمات ما فيش أزمات في مصر الدول ما بتستدينش غير المصر بس بتستدين الناتج المحلي اللي هو في بلاد أكثر منك تقدمها اللي هو أقل بكسير جدا من فواد الديون إلا في مصر فحاولوا تمصير ده علشان كده بقول أنه الخروج ده كان كان لطمة قوية جدا كانت هزيمة قوية جدا لهذا التمصير مش عايز أبخذ برضه عشان بعض الخارجة مهم جدا في خروج المصريين لكن كان في بعض مش عايزين ننساها لأنه من وجهة نظري أنت لما تيجي ترسخ قيم الانتماء والولاي الوطن مش بالكلام فيه فيه حاجات حصلت على الأرض مش عايز أقول المبادرات الرئاسية بين الرئيس نفسه رساخت ده فكرة الاهتمام بالشباب ما كانش مجرد شعر بالعكس تمكين الشباب واللي احنا بنشوفه دلوقتي في كل الأثر الإيجابي للمشروعات القرنية صحيح تمكين المرأة والش عايز أقول بقى المكتسبات وتمكين حقيقي مش شكلي ولا ظاهري ولا ورد في عروة الجاكتة هذه واحدة بتتكلج وفاكر عامل مرأة وعمل اهتمام بفئة زو الإحاقة أو أصحاب الهمم صحيح للسنة دي انتخبوا كان هناك تيسالية للعالم فيه ناس ركزت على هذا المشهد الانتخاب العظيم حضار فيه بالضبط للسلوك المتحضر لزو الهمم اللي اتعاملت بطاقات لأول مرة برايل بظاهر الانتخبية بخباء فموادرات المشاريع كمان الموادرات الاجتماعية سهمت دور يعني برضو حياة كريمة صحيح حياة كريمة حياة كريمة إذن انت بتقول مشاعر وانتماء كانت موجودة يعني برضو أحد الأسباب بالضفع العامل الخارجي طبعا والمخاطر الخارجية لكن برضو ما حدثها في الداخل ده ساهم برضو في مسألة انه هناك ثقة في في هذا المصار السياسي انه احنا لازم نخرج وتصويتنا مش تصويت فقط لاختيار الرئيس انا بقى بصوت على مصار سياسي ازبت بالفعل رغم كل التحديات والصعب خلينا نعترف انه اي دولة في ظروف اقتصادية لمصر لو كتواجهت هذه التحديات من جائحة كورونا الى الحرب الاوكرونية وانت عارف الحرب الاوكرونية الروسية اكتر دولة تأثرت بها احدا من اكتر الدول من اكتر مستورد للمحاصيد اشتركوا في القناة